أي عقل الناس اللي قتلت الأبرياء في إسرائيل أو إسرائيل قتلت الأبرياء وكل هذا الدم والقتل والقتل يعني سميها دين كما بدك تسمي معقول إنه ما يواجه دينونة الله ولكن عندما نتكلم عن الدينونة عندما نتكلم عن جهنم كأنه إحنا جماعة نوت رياليستيك مش واقعيين وهل يعقل إنه الله فعلا إنه يديننا ويحطنا في جهنم النار بسموه اليونيفورسلس إنه لا يعني غرض الله إنه يكون إليك حياة أبدية ولكن الله ما بيحط أي إنسان في النار فبينكروا موضوع جهنم شو رأيك في الموضوع؟ أقول إنه لو أنا بعيش في دولة فيها حاكم لا يقاضي المجرم هذا الحاكم لن يكون عادلا الله رحيم نعم أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكنه ليس رحيما فقط أسيس نزار لكن الله قاضي عادل الله الذي لا يدين المجرم والخاطي والقاتل والزاني والمختصب هل يكون هذا الإله عادلا؟ هو أظهر محبته الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاط مات المسيح لكن في نفس الوقت ماذا يفعل هذا العادل مع المجرم والزاني والفاسد الذي يرفض خلاص الله ويختصب الناس ويعيش في خطياء ويعيش بدون تطهير يحكم على نفسه الكتاب يقول ولكنك من أجل قسوتك وقلب غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب يعني واحد من الأشياء أو المعطلات في موضوع الخلاص يعني مع كل محبته هو موضوع الدين مظاهر وأشكال التدين الخارجي أي يعقل الناس اللي قتلت الأبرياء في إسرائيل أو إسرائيل قتلت الأبرياء وكل هذا الدم والقتل والقتل يعني سميها دين كما بدك تسمي معقول إنه ما يواجه دينونة الله وجهنم النار إذا العدالة الأرضية خلاص مش موجودة في عدالة السماء الرب الديان العاد المكتوب عنه سيواجه الرب يسوع المسيح إن لم تتوب إن لم تتوب وترجع إلى الرب ستواجه لا دينك ولا تقواك ولا أعمالك ولا برك ولا أي شيء سيخلصك ستواجه الديان سفك الدماء الأبرياء واللي عم بيعمل بإسم الدين تقول لنا راه على السماء أو على الجنة كامون ستواجه الديان جهنم حقيقة وللأسف أخيلية كثير من حبيبنا المسيحيين ابتدأوا ينكروا موضوع جهنم صاري فلسف الأمور ويرونقوا الكلام بدل من إنه نواجه أنفسنا أنا أقتبس آية إذن لكلام حضرتك من تسالونيك التانية واحد ستة لما يقول إذ هو عادل عند الله إذ هو عادل عند الله أن الذين يضيقونكم يجازيهم ضيقا إذن هذا هو عادل الله الإنسان بيعمل زي النعامة سيس نزار عايز يحط راسه بالرامل يقول لك ما فيش صياط لما ترجع لبطر ستانية أصحح ثلاثة لم يقول الكتاب أنه في الأيام الأخيرة سيأتي قوم مستهزئون وسالكون بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه هذا يخفى عليهم بإرادتهم فالإنسان عايز يعيش في الخطيئة والنجاسة ويريح ضميره أنه ما في دينونة أنه ما في قضاء اعمل اللي بدك إياه لكن لابد أن يأتي المسيح مخلصا لكل من قبلوه واخدوه فادي لحياتهم وسيأتي كديان عادل ويقول الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر